أصيب ستون شخصا على الأقل في انفجار مئات من شاحنات نقل الوقود في حريق هائل التهم موقعا للجمارك في أفغانستان قرب الحدود مع إيران وهو ما عرق لأمدادات الكهرباء وتسبب في خسائر مادية بملايين دولارات وقد كفح حجرات من السكان المحليين الحريق الذي شب في بلدة إسلام قلعة الحدودية قبل سيطرة عليها وقالت تقارير أولية أن الحريق شب إثر انفجار عربة صهريجا لنقل الغازة وأفاد حاكم إقليمي هارات بغرب أفغانستان وحيد قتالي أنه طلب مساعدة عاجلة من السلطات الإيرانية والقوة التي يقودها حلف شمال الأطلس في أفغانستان لإخمار الحريق الذي دمر البنية التحتية للكهرباء ترجمة نانسي قنقر